مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 22 من الدرس الرابع تعرفوا الأعداد من 101 إلى 999 أكتشفوا وأتمرنوا أولا وضع كريم 432 قرصا في الإناء وضع 432 قرص في الإناء أستعملوا جدول العد وأكتبوا نستعملوا جدول العد ونكتبوا هذا العدد قدنا 400 432 قرصا 432 قرص رقم الوحدات هو هذا وحدات عشرات مئات للوحدات اثنان للعشرات ثلاثة للمئات أربعة إذن 432 قرصا ثانيا أملأ كل جدول عد وأكتبوا كل عددين الوحدات العشرات لمئات إذن عندنا الوحدات هم المكعبات العشرات هم القطبان أما المئات في الصفائح نحسبوا عدد الصفائح 1 جوج 3 4 5 6 7 سبعة دي الصفائح شحل دي العشرة واحد جوج الوحدات 1 جوج 3 4 إذن الوحدات 4 ثم العشرة جوج والمئات الصفائح 1 جوج 3 4 5 6 7 يعني هنا ربعة و هنا ثلاثة من سبعة دي المئات في العدد هو سنقرأوا كماك سبعمائتين وأربعة و عشرون سبعمائتين وأربعة و عشرون ثم الوحدات عندنا يا عدد دي المكعبات 1 جوج 3 4 5 6 العشرات يعني القطبان 1 جوج والمئات 1 جوج 3 4 5 6 نستطيع المئات و نقرأ ستمائتين ستمائتين و ستة و عشرون ستمائتين و ستة و عشرون ثالثا أحيط بخط القيمة الوضعية للرقم الذي تحته سطر و أم لا أوجد ولا العد القيمة الوضعية ديال ديالكل رقم فمثلا هنا تمانمائتين و عشرون تمانمائتين إذن تمانمائتين 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 ديالقيمة الوضعية ديال تمانية ثم غدين من الأوجد والعد فعندنا هنا الصفائح 1 جوج 3 4 5 6 7 8 إذن 8 دي المائة 8 دي المائة 10 جوج والوحدات ما عندنا شلشي إذن 820 ثم 715 إذن هنا خط تحت 5 القيمة الوضعية دي الخمسة هي خمسة ديلة الوحدات ثم لنكتب العدد مئة مئتان ثلاثة مئة ربعة خمسة مئة سيت مئة سبعة ديلة المئات العشرة عشرة واحدة الوحدات واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة خمسة ديلة الوحدات z 7 sap مئة وخمسة عشر ثم خمسمائة وواحد وثلاث مئة مئتان ثلاث أربعمائة خمسمائة إذن خمسمائة خمسمائة وواحد وثلاثون خمسمائة وواحد وثلاثون قيمة الوضعية ديال ثلاثة ثلاثون ثلاثون ثلاثة ديال العشرات أي ثلاثون نمر إلى الصفحة ثلاثة وعشرون رابعا أكتب العدد المناسب في كل خانة سنكتب العدد المناسب في كل خانة سيضع عندنا مئة زائد مئة مئتان زائد مئة كل مرة نضيفه مئة مئتان ثلاثة ومئتين ثلاثة ومئة زائد مئة أربعمائة إذن مئة مئتان ثلاثة مئة أربعمائة ثم مئة وخمسون زائد مئة مئة وخمسون زائد مئة زائد مئة ثلاثة مئة وخمسون كل من الرقم نضيفه مئة مئة مئتان ثلاثة ومئة أربعمائة مئة وخمسون مئة وخمسون ثلاثة ومئة وخمسون خامسا أقرأ الأعداد وأكتبها بالأرقام والحروف قرأوا الأعداد قرأوا الأعداد وأكتبها بالأرقام والحروف مئة واثنان وثلاثة مئة واثنين وثلاثين مئة واثنان وثلاثة مئتان ثم هذا العدد ثلاثة مئة وخمسة وستون ثلاثة مئة ثلاثة مئة وخمسة وستون ثلاثة مئة وخمسة وستون ثلاثة سادسا أكتب كل عدد بطرق مختلفة ثمان ومئة وخمسة ثمان ومئة وخمسة إذا سمعنا ثمان ومئة واثنين ثمان ومئة وثلاثة ثمان ومئة وخمسة وخمسة دي اللي وحدات بس سمعنا الزعشرات الزعشرات هندير فيها صفر بس هنفكي كل عدد غيرتقول لي عندنا ثمان ومئة وثلاثة العشرات زائد صفر زائد خمسة ثمان ومئة وخمسة ثم العدد الثاني تسعمائة واثنان إذا سمعنا تسعمائة 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 واثنان تسعمائة واثنان الوحدات اثنان العشرات لا شيء إذا تسعمائة واثنان وثلاثون خمسمائة وستة وثلاثون لي خمسمائة زائد ثلاثون ثلاثة دي العشرات زائد ستة خمسمائة وستة وثلاثون خمسمائة وستة وثلاثون تسعمائة واثنان ثمانمائة وخمسة سابعا أكتب المجامع عندنا 300 زائد 4 زائد 1 300 أربعون زائد 1 ثلاثمائة وواحد واربعون مئتان وسبعة مئتان وسبعة مئتان وسبعة خمسمائة وعشرة خمسمائة وعشرة خمسمائة وعشرة خمسمائة وعشرة سبعمائة وتسعة وخمسون سبعمائة وتسعة وخمسون سبعمائة وتسعة وخمسون أربعمائة وإحضا عشر تسعمائة وتسعة وتسعون تسعمائة وتسعة وتسعون ستمائة وثمانية وثلاثون مائة وسبعة وسبعون ثم خمسمائة وأربعة وستون خمسمائة وأربعة وستون وبهذا ننهي تمارين صفحة ثلاثة وعشرون نلتقي في الصفحة أربعة وعشرون أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني التي يظاهر أمامكم في البلايليست إلى اللقاء